اللي يتسألوا في السؤال هذي يقول لك اينا كيفاش النجم نكون ولا نولي صانع محتوي على هذك معانا طهال عبيدي المستشار في الذكاء الاصطناعي لدى مجموعة من الشركات اهلا وسهلا ومرحبا بيك طهال ينظم منا عبر تقنية الواتساب فيديو اهلا بيك مدام لبنة وعصلا لكل واحد قاعد يتفرج فينا وقال ليسمع فينا على الموجات الالكسفريسا مشكور جدا على تدخل معانا اذا اليوم موضوعنا يهم صناعة المحتوي اينا نحب نصبح صانع محتوي ونقدم الاضافة ونقدم الايفادة بتبيعه فكيفاش ممكن نقوم بالحاجة هذي اليوم خلينا نقوله بش نحكيه على كاتيجوري معينة اللي هي العبيد اللي تحب تبدأ في صناعة المحتوي وإلا تحب تروز للبزنس بزاحة اما عندها برشا مشاكل ما انها تحشن قدم الكاميرا وإلا ما عنديش المعدات والامكانات اللازمة ولا كيفيف ما لقدش الوقت الكافي بش تمارس الهواية هذي احنا اليوم حبينا نجيبوا حل للمشاكل هذي بكل ايكاية مضعفة وجنزلوا سهلوا في صناعة المحتوى بحكم اللي انا صانع محتوى كيف قد عالش لا خلي نسهل الموضوع هذي اما يقولوا قيل كيفاش بش نلقاهوا حل للمشاكل هذي الكل مع بعضها لبنا نستعمل الكلمة السحرية واللي هي الذكاء الاصطناعي في كيبه كل مرة اول حاجة لازم اكتب له بقى انك تختار سواجه بش تحكي عليه والذي اللي نعبر عليه بالنيتش متاعك وإلا كان عندك مثلا من سمال بزنس انتي واضح شنية السرفيس اللي قاعدت خدنا فيه واضح شنية الحاجة اللي بش تحكي عليها تمشي للساتجبيتات تقولوا يعطيك مئة فكرة في النيتش هذيه وإلا في السوجه هذيك انت تحب تحكي عن التكنولوجيا واللي تحب تحكي عن ناتور تمشي للساتجبيتات تقولوا يعطيك احسن مئة فكرة تبدأ بها صناعة المحتوى في المواضيع هذيه بعد انت بتبيع بش تختار منهم مئة فكرة ميني ما بش تختار منهم عشرين ثلاثين فكرة واللي هي حاجة باية على اللخب وتكمل معه حتى ليني يوصل يعطيك تسيكريب كلوليني اللي انتي بش تحكيه بطبيعة بش تحسن فيه وكل اما كابي دير بش تكون باية برشة ورب حتك برشة وقت لانا اه ربحنا الحاجات اللي بش نحكيه هم سيبان والله وعنا دونك لازمنا نتعديه لللي ماش شكون الكاركتير اللي بش يقول الكلم هذكي بعد ما قولنا اللي انتي تحشن بالكاميرا دونك ما يتنجمش بش دابة قدام الكاميرا وتحكيه فوقنا نستعملوا قادة اخرى اسمها ميت جورني وقلا فلاسك وقلا ستيبل بفيوجون هذهم تلافة ادوات فكتس لناعي يخليوك تصنع كاركتير وقلا يخليوك تصنع ايماج ديلك انتي في اي وضعية انتي تتخيلها وكيكا تنجم تتخيل روحك مثلا في بيرو وفي كله اضاءة ممتازة كم اقولوا وانتي تتلقى جوز تقعد في بيتك وما عندكش لحاجة هذك للك بعد ما صنعنا اليماج مدعنا الصورة اللي بيش تتكلم وصنعنا الكلام لازمتنا حاجة تدمج ما بيناتهم بش نخليه الصورة مدعنا حية وتحكي قدام الناس ولنا نستعملوا الثالث اداة في الذكاء الاسطناعي واللي هي هايجين هايجين هي اداة هذية تحط لها التصوير اللي انتي حاجتك بها وتعطيها السكريبت كيما هو تختار الصوت اللي تحب علي تنجم جدك كيف تسجل صوتك وتولي تتكلم صوتك انتي بالرغم اللي تي ما قلت حاجة جاي انا هيعطيوك مجموعة من الكلمات اللي لازم تقولها بش تتكالي استناعي يتعود على الصوت متاعك بيولي نجم يتكلم بالصوت متاعك انتي ولانا ندرجه بالتصوير والصوت بيولي عنا فيديو حاضر باقل التكاليف في اقل وقت لانا نكون وربحنا طهي العبيدي طهي اذي نقطة مهمة برشا باقل التكاليف شمعناها نعرفوا اللي صناعة المحتوى التوى نوعا ما يقولك عليها مكلفة اينا باقل تكاليف شمعناها كيفش نكون صانع محتوى بي قديش كلفة تقريبا نعطيني رقم تقريبا ما هيش مش تزاوز تتجاوز خمس دينارات للفيديو كاستيماسي معناها كتخيل معين خطر كما نعرضوا الادوات هذو ما هونش يكونوا بليش معناها هونش يكونوا مجانا بصفة كاملة لازم فما كل شهر نوعية من الاشتراك في الادوات هذي اللي ما هيش مش تزاوز تتجاوز في كل الادات 30 دينار 40 دينار في الادات انا انتي كان كل بالخصص هذي كاملة كان بش نتوالي نجم في الجمعة توصل تعمل اكثر من عشرة فيديوهات يعني في الشهر اكثر من 40 فيديو اللي هي حتى اي احسن صانع محتوى من نجمش يوصل في الشهر يخرج 40 فيديو شون كلنا كي تقسم كلفة هذي كل على 40 بس الفيديو متاعك مش مش يتكلف عليك اكثر من خمسة دينارات ولا حتى اقل المعنى اين الفيديو متاع يتكلف عليك خمسة دينارات ولا اقل قديش النجم اندخل بي فلوس لانا يكون عنا برشة فاكترش نحكيو عليهم اللي هما الساعة اول حاجة نيتش اللي انتي اخترتوا اسكو سيجيه اللي قاعد تحكي عليه ديجاب فيه برش عبيد يتابعو فيه ولا اي لا ولانا نحكيو معنا عالي زالدوريتم وقل كيفيش بش تمنتايزي الخدمة بتاعك اسكو خدمتك بش تجيب لي سبونسور ولا اي لا لانا تبقى كوتي اذكي متاع الانسان اللي هو قاعد يصنع في المحتويه دايك فيش بش نجم يدخل منه فلوس اما كوتي تلي ككمية رك نجم في الشهر تعمل اكثر من اربعين فيديو وتخليهم يحبطوا على سوشيال ميديا وانتي ما تحركش حتى من براستك واضح معنا تهاليوما هذوما الالييت اليوم لصناعة المحتوي وانذكروا شنو الهدف ربما طهي العبيدي شنو الهدف من صناعة المحتوي اليوم هالا خلينا اقولوا هالفكرة جديدة في علينا صناعة المحتوي شنو الهدف اللي دي ما يكون وراه منها بالنسبة لي لصناعة المحتوي انك تحاول تعطي افادة للعبيد اكثر من انه اكثر من انه اكثر من انه تحاول تشاري حاجات ما عنديش قيمة كبيرة خاليني نقول من البروز امبورتان انك تعطي افادة او الا يؤاد فاليو للعبيد اللي قاعدة تتفرج فيك يعني الوقت دقيقة ونصف اللي قاعدة تتفرج في الفيديو متاعك ما لازم تخرج بحد شيء لازم تخرج بافادة بعد ما تتفرج في الفيديو متاعك بالنسبة ليلي هذيك هو الهدف من صناعة المحتوي وكل واحد عمده الهدف متاعه يعني نجم يكون هدف ربحي بالنسبة لأي انسان عنده سمال بيزنس ولا حاجة تختلف الاهداف واضح مشكور جدا طهي العبيدي على التدخل معنا صوت وصورة قاعدين شوفوا فيك وقاعدين زيدا نشوفوا في التفاعل متاعك وانتي تفسرنا في الفكرة هذي يمتع صناعة المحتوي باقل تغليف قالك بخمسة ليف تنجم تكون صانع محتوي ونقولوا ان هنا صانع محتوي وقت اللي يقول لك طهي العبيدي ركفك تقيقة ونص بيش تحصل الإفادة بيش تحصل الإضافة للناس اللي يتفرجوا فيك طهي العبيدي اللي بش يعطينا موعد يومي في تيك نيوز في كل مرة حاجة مبسطة نجموني فهم من خلالها عالم التكنولوجيا الحديث الحوار قيمة القاوة على قناة يوتيوب اكس بخي سفهم احنا مزلنا موصن معكم في الشارعة تونسي نذكروكم الكلمة لكم انتوما شنوارايكم انتوما في خدمة التكسي الـ 95-999-6-8-7 كلمونا وتفعلوا معانا هذي شارعة تونسي حتى اللي حديث